بانتظار الخريف عام 2015 حصل على ذهبية بآفاق الصينما العربية بالقاهرة كأفضل سيناريو بوهران افضل ايه بوهران كان السادس محمد ملس بزين التحكين بالمناسبة شاركت مو بالقاهرة بوهران شاركت بدور صغير في لحدة الفيلم ايضا شاركت بأنا وأنت وأمي وأبي مع عبداللطيف عبدالحميد دور الأخ الغليز بمرة أخرى كمان مشهد صغير وصديقي الأخير دور بسيط ورجل وثلاث أيام دور ضيف وكل هذا بتقلي إنه مو هاجسك التمثيل بأمينة كمان لا بأمينة دور 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 ودرت من قبل وبتصرحه بتقول مو هاجسة التمثيل لا كتير صارو على لو هاجسة التمثيل كتشوفني بغير أعمال معنا أنا يعني بنسبة إيدي بحب أترك ظهور لإيلي بفيلمي مثل اللي اللي عمي وسق حياته يعني لا لا أنا هيك حب بكتل أورحية هيك بعث في السيغة أمري خمسين ستين سبعين خمسين شاب ما سبعين تمانين رجع بحضر هاي الأفلامية كيف كان شكتي شفتك برجل وثلاث أيام بطلع بالباس وطلب الداحة بقل له كون عم ندخن ولا تدخنوا نضيفوا سيغارة وعن نرقف بفيلم أمينة مع الفنان أيمن زيدان حبيل ألدي وحازم وجهله تحية كتير كبيرة رجل صاحب صاحب مشروع وبالنسبة لإيدي صاحب فضل تحياتنا إله أكيد كنت ابن السيدة ندين خوري الأبن العاجز عن الحركة والنطق أبدعت طبعا بالدور الصامت كيف بتخيم ما تصدق برد الكاميرا كنت سرسارها كل وقت عم بحكي له انقصص وكذا بس ميرموش بريونه خلص بسكت هلا البعض انتقد الفيلم أنه هو استنساخ لفصول من رواية الفرنسي جون دومينيك بوبي بدلت الغوص والفراشة بتقول الرواية بيحكي فيها الفيلم عن تعرضه لحادث السيارة إصابته بمتلازمة المنحبز بهالحرب السورية إصا فينا نستنسخ يعني في حادثة عم نحكي عن مشهد مأخوذ مثل ما هو يعني بس موجهة تحية للفيلم هو من قال أنه متأخذ من الفيلم لا موجهة تحية من الفيلم اللي نعمل اللي بني عليها ما تبينحط الفيلم على الشاشة وتتعلم منه كيف يجب أن تخاطب أخيها ليه ما حصل على جائزة بدورة الأربعة وثلاثين لمهرجان الإسكندرية ما حصل ولا على أي جائزة ونسأل الأمير أباظه شو دخله لا أولا الفيلم شوف دائما مهرجان الإسكندرية يجب أن نفرق بين مسابقتين المسابقة العربية تمام وهي مسابقة محلية تمام قد يكون هناك فيها بعض المرابات أو بعض اللي إلى آخر ما رح نكزو بأن يكون صريحين وهذا لا يقلل من قيمة أي مهرجان بتصير المسابقة الدولية فيه هي مسابقة صعبة هي مسابقة صعبة يعني أنت ليش عم تفترض أنه أي فيلم سوري داخل مع 14 فيلم من حوض البحر القبيل المتوسط من بورتغال من فرنسا من إسبانيا من اليونان ومن تركيا ومن الجزائر ومن تونس قد يحصل مجرد وجوده واختياره ضمنها الأربعة هو باعتراف بأحقية هذا الفيلم بالمسؤول بغير لك اللجنة بعطيه جائزة فوراً يعني بغير الأمزي شيء ممكن تاخد جائزة طبعاً ممكن ياخد جائزة وهيك عم بتصير القصاص؟ وهي حقيقة أنا احنا دائماً ما نقول لجان التحكي أنا أنا هلأ حطني باللجنة التحكي ومع مجموعة من الأشخاص اللي بيحاولوا يولفوا اللجنة إنه يكون عندها توجه معين يعني ما يصير خنايا رح يميلوا باتجاه أفلام معينة وأنواع معينة لجنة التحكيم أخرى ستميل باتجاه آخر قليلة هي الأفلام قليلة جداً اللي تستطيع أن تقنع كل اللجان التحكيم مو الدليل إنه هذا الفيلم مثلاً بياخد جائزة بهذا المهرجان بينتقل هو واللي ما أخد جائزة يعني مهرجان بعده بيقوم هداك هو اللي بياخد جائزة طيب السؤال الصح هاي المهرجانات انتقت من أصل 400 فيلم معربي مثلاً أنتجوا هذا العام 18 عم يدوروا بيناتها خلاص هدون أخدوا الجائزة هون الجائزة ما بعرف فيه كتير إشكاليات عن هذا قيل والقال اي 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 انا فيني جاوبك لا إذا بيسمحوا لنا ما كتير بقى معنا وقتها هحاول هيك سفت أنا أععد وقا فينا نمدد إذا بدك ما عندي مع مين لازم تحكي لازم نحكي مع ما بعرف بعام 2019 شاركت للمرة الثالثة على التوالي بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائي هي سابقة بنجمة الصبح سابقة ثلاث سنوات متتالية حلو بانتظار الخريف كان نال جائز أفضل فيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي صحيح لكنك لم تتمكن استلام الجائزة لعدم منحك تأشيرة صحيح أصدقائنا وحتى من يخالفونني الرأي من الأصدقاء بمصر عندي أصدقاء كثير من مخرجين والسينمائيين ونقاد الكل وقفة رجل واحد ضد هذا القرار وأنا كان تعصفي أنا أنحني لهؤلاء الأشخاص يعني عمل لك حتى وأنحني أولا لمن يخالفني الرأي لأنه هذا أشجع من اللي معك بالرأي اللي معك بالرأي سهل يدافع عنك أما اللي بيخالفك الرأي وقت اللي بدافع عنك عم يحتيك بيكبر تماما بيكبر وبتصغر قدامه صحيح سبق لفرنسا منعت في المك رجل وثلاث أيام يمكن من العرض بمهرجان السينما العربي بباريس مرتين مرسيليا ومرسيليا قبل تمويل هيك الدعوة لا أنا عندي إيميلات شو بدك بالحكي لا تمويل ولا شي أنا اسمي اسمي هو المشكلة وصفوا أعمالك بأنه بروباقاندا للدولة السورية ضد الدولة السورية تعودت على هدول الأوصاف وهدول العبارات والأحكام التعصفية بضحك بضحك لأن الرسائل اللي بتيجيني من تحت الطاولة هي اللي بتضحك أكثر